أَكْرَمَنَا رَبِّي وَهَدَانَا بِالْقُرْآنِ طَرِيقُ هُدَانَا وَنِدَاءُ الْأَرْوَاحِ الْأَسْكَى لِلنُورِ وَلِلْخَيْرِ دَعَانَا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد مرحبا بكم في اللقاء الثامن من برنامج رأتي المائي إن سألني أحدكم ما هي أشهر الأحكام التجويدي الموجودة في القرآن الجواب بشكل مباشر هي أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة بعجالة وباختصار والمرجو أخذ ورقة وقلم وأن تكتب معي هذه القواعد وأنا أحاول أن أنقل إليكم ضرورة التفريغ يعني أن تحاول أن تكتب بيدك وتفرغ بيدك ذلك أدعاء وأفضل لكي ترصخ المعلومة في ذهنك وكي تحفظها ثم تطبيقها بعد ذلك إن شاء الله تعالى النون الساكنة الحرف المعروف والتنوين هم الفتحتان أو الكسرتان أو الضمتان النون الساكنة تكون وسط الكلمة وتكون آخر الكلمة أما التنوين فلا يأتي إلا آخر الكلمة طيب هذه الأحكام لنون الساكنة والتنوين كثير منكم قرأوهم ولكن اليوم سنرى شيئا جديدا إن شاء الله تعالى في كيفية الأداء وتطبيق للنون الساكنة والتنوين أربع أحكام ألا وهي الإظهار والإضغام والإقلاب والإخفاء أعيد الإظهار والإضغام والإقلاب والإخفاء طيب ما معنى أحكام النون الساكنة والتنوين معناها عندي نون ساكنة وعندي تنوين بناء على الحرف الذي يأتي بعد النون أو الحرف الذي يأتي بعد التنوين كيف سأنطق هذه النون أو كيف سأنطق هذا التنوين الإظهار أولا الإظهار يعني البيان يعني النون الساكنة والتنوين سأظهرها وأبينها دون إخفاء لا إضغام ولا أي شيء آخر يعني أظهرها إظهارا كاملا قلنا الإظهار عندي نون ساكنة وعندي تنوين إذا جاء بعد النون الساكنة والتنوين حروف الحلق الستة أظهر النون الساكنة وأظهر التنوين يعني الحروف التي تخرج من الحلق وهي ستة حروف الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء ولكن أنا خيف أنساهم أكتب هذه الجملة أخي هاك علما حازه غير خاسري الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء مثلا ينأون هي نون ساكنة بعدها همزة ينهون نون ساكنة بعدها هاء ماذا فعلت هنا أظهرت النون الإظهار يعني أخرجها من مخرجها دون تغيير في النون كيف ذلك؟ ينأون 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 اللسان يمس الفكر العلوي ينأون ينهون أمن هو؟ أمن هذا؟ إن هذا عليما حكيمة عليما حكيمة عليما حكيمة ليس عليما حكيمة لا عليما حكيمة حكيم عليم حكيم عليم إظهار أمره موصر وواضح قلتنون ساكنة أو تنوين بعده همزة أو هاء أو عين أو حاء أو غين أو خاء أخي هاك علما حازه غير خاسري نمر بعد ذلك إلى الإضغام الإضغام إضخال شيء في شيء هنا ندخل النون الساكنة أقول والتنوين لهم فتحتان أو كسرتان أو ضمتان في حرف بعدهما أدخل النون الساكنة والتنوين في حرف بعدهما ما هي هذه الحروف التي تدار فيها الإضغام ما هي الحروف التي ندخل فيها النون الساكنة والتنوين تجمع في كلمة يرملون يرملون الياء والراء والميم واللام والواو والنون ولكن هذا الإضغام في جزء الأقساب إضغام كامل لمعنى إضغام كامل أو تام يعني النون الساكنة والتنوين إذا أدخلت في الراء واللام ركز معي الله يجازك بإخيرات درس خفيف ركز معي فقط الراء واللام إذا أدخلت فيهما النون الساكنة أو التنوين تختفي النون الساكنة ويختفي التنوين تماما يقول ربنا سبحانه وتعالى من رب رحيم من رب رحيم من رب رحيم رب رحيم ماذا جرى هنا النون الساكنة في الراء اختفت من رب رحيم رب رحيم ماذا وقع للتنوينها هنا اختفى أضغم بشكل كامل في الراء قال ربنا فمن لم يتوب ليس فمن لم وليس فمن لم بغنة أو غيرها إضغام كامل مئة بالمئة يختفي الحرف فمن لم يتوب مباشرة من الميم إلى اللام قرأتها فمن لم يتوب طيب الإضغام الثاني شنو الحرف اللي بقعت من يرمولون ينمو أو يومن كما بغيتي كما تريد ينمو أو يومن الياء والنون والميم والواو يقول ربنا عز وجل فمن يعمل فمن يعمل انظر الصوت يخرج وصار يخرج من الأنف ولكن النون حقيقة النون والتنون اختفى فمن يعمل فمن يؤمن من ولي ولا نصير من ولي بحركتين من ولي ما نطولش في الغنى بزاف وما نقصرش منها من ولي ولا نصير ليس من ولي ولا نصير من ولي هتنوين شنو مراه واو ولي ولا نصير من نبي من نبي نون ساكنة بعدها نون اضغم النون في النون مع الغنى من نبي الحكم الموالي الإقلاب معنى الإقلاب يعني أن أغير شيئا إلى شيء آخر كن الإضغام إضخال أما الإقلاب هو تغير حرف إلى حرف آخر لأقلب النون الساكنة والتنوين ميما إذا جاء بعدها حرف الباء ولكن كثير من الناس ما كيمشي يقرأ كيف يدي الإقلاب وقال له أن تترك فرجة بين الشفتين وهذا غير راجح الراجح في رواية القراء الكبارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بإطباق الشفتين هكذا من بعد من بعد كما ترى ليس من بعد وليس من بعد من بعد لنباء الأنباء أنباء نون الساكنة تحولت إلى ميمين قد يقول قائل والناظم يقول والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء طبعا لأن إخفاءها هو نطق الباء بعدها مباشرة يعني إغلاق الفام على الميم وفتحه على الباء هذا هو إخفاؤها من بعد من بعد لأن إظهار الميم سيكون من من بعد من بعد من بعد هكذا من بعد لنباء عليم بذات الصدور عليم ليس عليم عليم بذات الصدور هذا أشهر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصوب والأرجح تغير النون الساكنة والتنوين ميما إذا جاء بعدها حرف الباء بقنا الحكم الأخير من أحكام النون الساكنة والتنوين ألا وهو الإخفاء إخفاء النون الساكنة والتنوين يكون إذا جاء بعدهما ما تبقى من الحروف غير الإظهار والإضغام والإقلاب تجمع في قول ناظم تجمع في هذا البيت الحروف المتبقية تجمع في هذا البيت صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سمى دم طيبا زد في تقنضع ظالمة تجمع في أوائل حروف هذا البيت صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سمى دم طيبا زد في تقنضع ظالمة سؤال مهم هنا كيف أنطق الإخفاء بشكل صحيح إخفاء يعني النون والساكنة والتنوين يختفي وتبقى الصفة هذه الغنة عموما تنطق الإخفاء بوضع لسانك قرب مخرج الحرف وتنطق الغنة تضع لسانك قرب مخرج الحرف أو على مخرج الحرف ثم تنطق الغنة كيف ذلك الله عز وجل قال أن كان نون ساكنة بعدها الكاف الكاف من حروف الإخفاء صيف ذا ثنى كم الكاف من حروف الإخفاء كيف سأنطق الإخفاء ها هنا أضع اللسان في مخرج الكاف ثم أنطق الغنة لا أقول أن كان لا أقول أن كان أن كان طرف اللسان لا يعمل وضعت الحنجرة على مخرج الكاف لأن الكاف والقاف هما الحرفان القريبان من الحلق كاف أضع الحلق على الكاف أن كان لساني لم يتحرك أن كان القاف من قبلي من قبل لسا من قبلي من قبلي وبالمناسبة غنة الإخفاء كتبع الحرف اللي بعد منها إن كان حرفا مستعليا نضخم الغنة كان مرققا نرقق الغنة من قبله العذاب من قبله أن كان أفمن كان من صلصال شنو درت اللسان وضعت فمي على وضعية الصاد ولم أغلق على الصاد إنني إذا أغلقت على الصاد ستخرج النون قل من صلصال من صلصال من ذا الذي من في أنظر من في وضعت فمي وضعية مخرج الفاء ثم أخرج الغنة الفاء هكذا أسنان العليا في الشافة السوفلة من في السماوات من في من ذا الذي من طين من طين يعني الإخفاء تضع فمك أو حنجرتك على وضعية إخراج الحرف ثم تخرج الغنة بعدها الحرف أَنْ كَانَ أَفَمَنْ كَانَ مِنْ قِبَلِهِ مِنْ قَبْلُ مَنْ ذَا الَّذِي مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ تَابَ وَمَنْ تَابَ وأقرب الفم إلى وضعية مخرج التال هَبَاءَمَّ هَبَاءَمَّ شنو عندي هنا تنوين بعده الميم عندي هنا إضغام هَبَاءَمَّ مَنْ ثُورَ مَنْ ثُورَ مَنْ ثُورَ نَاديْنَاهُ مِنْ جَانِبِ مِنْ جَانِبِ كنقرب لسان ديالي وكأني سأنطق الجيم وأخرج الغنة من جانب الشين قل أعوذ برب الفلق من شر مِنْ شَرِّ مِنْ شَرِّ مِنْ شَرِّ مِنْ شَرِّ كنقرب اللسان ديالي لمخرج الشين وأنطق الغنة مِنْ شَرِّ صف ذاتنا كم جاد شخص قد سامى سين مِنْ سُوء مِنْ سُوء مِنْ سُوء أقرب اللسان من مخرج الحرف ثم أنطق الغنة معه مِنْ سُوء مِنْ سَبِيل يَنْزِلُ يَنْزِلُ وَمَنْ ضَلَّ هَا الْغنَّة فخَّمتُهَا لأن الضاد مفخَّمة مستعلية وَمَنْ ضَلَّ أقرب اللسان من مخرج الضاد ومعه أنطق الغنة الإخفاء من الخيشون من الأنف وَمَنْ ضَلَّ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ الغنة في تفخيمها وترقيقها تتبع الحرف الذي بعدها أما مقدر الغنة حركتان دون إفراط ودون تفرد أرجو من الله أن يكون الأمر قد اتضح أشهر أحكام في القرآن الكريم ألا وهو النون الساكنة والتنوين نرى الميمة الساكنة إن شاء الله وقواعد أقرأ في الحلقات المقبلة إن شاء الله هذا ما تيسر قوله أقول قولي والصفر الله لي ولكم الجميع المسلمين آمين والحمد لله رب العالمين